الجانب الآخر من التحليل البيانات لأنه عندنا بيانات كمية وبيانات نوعية الفرق بين هذه البيانات النوعية والكمية هي أن البيانات الكمية يمكن أن تكون بشكل أرقام ويمكن عمل تحاليل رقمية وأيضاً Graphs أشكال بيانية لها ولذلك تسمى في الأغلب Hard Data أو Data الصلبة أما الدراسات أو البيانات النوعية فهي بيانات ناتجة عن أفكار ومشاعر ورؤى ولذلك لا يمكن التعبير عنها بأرقام لاحظ هنا مثلاً نلاحظ في هذا الشكل يبين أن هذه المجموعة من الأشخاص يمكن أن يتم تحليلها وفرزها في مجموعات حسب اللون وحسب الجنس وغيره فهذه تعتبر بحوث كمية أو تحاليل كمية لكن البحوث النوعية كما في الشكل اللي هنا تظهر أنها عبارة عن أفكار لا يمكن أن تقول مثلاً عشر أشخاص أفكارهم متقاربة فالأفكار في الأغلب دائماً تكون متنوعة ومختلفة إذن البيانات النوعية كما يظهر في هذا الشكل أنها بيانات لا يمكن تمثيلها بصورة رقمية أو بصورة أشكال والأما البيانات الكمية فيمكن من خلال عدها ومعرفة أن هناك مثلاً 13 شجرة هنا من النوع كذا فهذه أبسط تمثيل أو شرح للفرق بين البحوث الكمية والنوعية كما ذكرنا البحوث الكمية تحدثنا عنها بالتفصيل في المحاضرة الماضية اليوم سنركز على البحوث والتحاليل النوعية تحليل البيانات النوعية دعونا ننظر إلى بعض الفروق بين البحوث النوعية والبحوث الكمية التي ستعطينا معرفة جيدة حتى نتعلم كيف نتعامل مع البيانات النوعية والكمية بالنسبة لنوع البيانات في أولاً البحوث الكمية تهتم بالأرقام والإحصائيات كما ذكرنا البحوث النوعية تهتم بالتفسيرات والتحليلات بالنسبة للبحوث الكمية أيضاً يجب مثلاً أيضاً ولكن بالنسبة للبحوث النوعية فنعرف كيف نعرف نجيب على الأسئلة التالية نعرف لماذا وكيف ما هو رأيك أشياء كما ذكرنا أفكار فيلق أو مشاعر حتى المشاعر في المقابلات لا يمكن التعبير عنها بالبحوث الكمية ولكن يمكن التعبير عنها بالبحوث النوعية ثالثاً بالنسبة للبحوث الكمية تكون في العين العشوائية العين عشوائية وكبيرة يعني نستطيع أن نأخذ عينات لكن في البحوث النوعية تكون في العين واضحة ومحددة وصغيرة والسبب في ذلك أنك تريد أن تعرف آراء الناس آراء مثلاً الخبراء ولذلك محدد العدد الذي تريد أن تستهدفهم في الدراسة وجمع البيانات منهم رابعاً في البحوث الكمية تعتمد على الجداول والبيانات والأشكال البيانية بينما في البحوث النوعية تعتمد على أسلوب السرد القصصي لكتابة النتائج إذن الآن سنركز على تحليل البيانات النوعية تحليل البيانات هي العملية المنظمة للبحث في نصوص المقابلات والملاحظات الميدانية إذن هذه المقابلات وهذه الملاحظات هي أيضاً أحد أساليب جمع البيانات هناك لدينا أيضاً عن طريق قراءة الوثائق والمخطوطات وغيرها ولكن هذه من أشهر الطرق لجمع البيانات النوعية من المستجيبين من المستجيبين والملاحظات الميدانية والمواد الأخرى التي جمعت من خلال البيانات وتنظيمها لزيادة فهم الباحث لها وليتمكن من تقديم ما اكتشفه للآخرين ويجتمل التحليل على العمل مع البيانات وترتيبها لاحظوا أن هنا البيانات التي جمعناها جمعنا بيانات قد تكون صوتية قد تكون ملاحظات أنت تلاحظ أشياء مثلاً تذهب إلى مجموعة أشخاص وتراقبهم لفترة معينة ثم تبدأ بكتابة ملاحظات عن تلك المجموعة وسلوكياتهم وغيرها فهذا ما تم كتابته هو أنت لاحقاً تحتاج إلى من خبرتك أيضاً وقربك للبيانات تحتاج إلى القيام بترتيب وتقسيم تلك البيانات إلى وحدات يمكن التعاون معها وتركيبها وهذا ما نسميه سانيثايسيس أو خلق أنماط أو أنساق لإكتشاف ما هو المهم وما يمكن أن نستفاد منه من تلك البيانات تنتهي مرحلة جمع البيانات عادة بكم كبير ومتنوع من البيانات التي تشمل نصوص المقابلات الملاحظات الميدانية التعليقات المبدئية عليها وثائق متنوعة كثيرة تتعلق بموضوع البحث والكتب والمخطوطات كل هذه المصادر المعلومات للبحث النوعية تعطيك بيانات كثيرة تحتاج أنت الآن أن تقوم بالفرز والغربلة بأسلوب منهجي سنتحدث عن تلك الأساليب بعد قليل ويبدو لأول وهلة أن تحليل المواد المجمعة وتفسيرها واستخراج معانيها أمرا شاقا تكون عندك كم كبير من المعلومات تخيل أنت مثلا تذهب لعمل مقابلة مثلا لشخص واحد تخرج بعشر صفحات يعني لو قمت بتسجيل المقابلة يستفضون ليست كالاستبانة يستفض في الحديث والكلام فعندما تقوم بوضعها في أن نسميها أو تحبيرها إلى تحويلها إلى من تسجيل صوتي إلى ورقي عشر صفحات عشرين صفحة لكل مقابلة فتحتاج هذا كم كبير من المعلومات تحتاج إلى البدء بالترتيب والتنسيق وما سنقوم به ونشرحه بعد قليل وكثيرا ما يجد الباحث المبتدئ نفسه في حال الذهول وربما إحباط أمام هذا الكم الهائل من البيانات لكنها بالنسبة للباحث الخبير والملم بموضوع بحثه تكون ثروة معلوماتية ومصدرا للإبداع والتعمق في التحليل البيانات النوعية الآن سنتحدث عن نسميها آلية تحليل البيانات بعد أن جمعناها إما من قابلات أو جمعناها إما من ملاحظات أو جمعناها إما من وثائق ومخطوطات الآن نريد أن نحلل هذا المحتوى هذا هو نسميها آلية تحليل البيانات مفهوم المحتوى هو ذلك القدر من المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات التي يقع عليها الاختيار والتي يتم تنظيمها على نحو معين هذه هي النقطة الأساسية أننا نقوم بتنظيم هذا المحتوى وبما يمكن أن تحقق الأغراض البحثية ويجب أن نفهم أننا نقوم بمبدئياً يكون لدينا معيارية أو نقاط أساسية نقيس عليها التنظيم الذي سنقوم به ونعرف مدى الأهمية من عدمه في المحتوى لأن المحتوى كما ذكرنا غزير فنقوم بعملية التنظيم على أساس أهداف البحث وتحليل المحتوى يجعل الباحث أكثر قدراً على تنظيم مجموعة المعارف والمهارات بشكل يساعد على تحقيق الأهداف المخطط لها يتكون تحليل المحتوى من ثلاثة جوانب الرئيسية هي أولاً المعرفة مثل الحقائق والتفسيرات والمبادئ والتعريفات يعني مثلاً الشخص الذي قابلته أو مثلاً المخطوطة التي قرأت فيها هل هي معرفة هل هي مجرد أعطت معرفة وتفسيرات أساسية أم هي مهارات وعمليات القراءة والكتابة والحساب والتفكير الناقد واتخاذ القرارات هل أنت الآن مثلاً في المقابل الذي أجريتها مع المبحوث مثلاً تشير إلى بعض المهارات والعمليات الأساسية فيجب أن تكون مطلع أو تستطيع أن تميز بين المعرفة والمهارات بيانات المعرفة والمهارات أخيراً القيم مثلاً تحديد الخير والشر والصواب والخطأ والقبيح والجميل من خلال المقابلة أو من خلال مثلاً الكتب المكتوبة عن قصة معينة أو كذا فتستطيع أن تفرز القيم الموجودة لدى البحث علاقة المحتوى بأهداف البحث يعد المحتوى بمثابة المادة الخام يعتبر المادة الخام التي كما ذكرنا غزيرة والمعلومات فيها كثيرة التي من خلالها يمكن أن نحقق الأهداف فالمحتوى له أثر كبير على أهداف البحث لذا يجب أن يكون من الشمول والكفاية بما يخدم تحقيق تلك الأهداف فإذا كانت الأهداف غنية والمحتوى فقير يصعب على الباحث محدود الخبرة أن يحقق أهداف عالية الجودة لذلك ولا بد من توظيف المحتوى لخدمة الأهداف لذلك إذا كانت مثلاً جمعنا بيانات من المقابلات على سبيل المثال وكانت الخمسة المقابلات على سبيل المثال الأولى كانت أغلبها مع أشخاص لم يعطوا شيء الكثير ولم نستطع أن نحقق الهدف فلذلك نضطر إلى عمل مقابلات إضافية والعكس أيضاً صحيح إذا مثلاً نحن مستهدفين أن نقوم بعشر مقابلات ولكن نتيجة لأنه في المقابلة السادسة وجدنا أننا قد وصلنا إلى معلومات كافية فيمكن الاكتفاء بذلك الكم من البيانات أو المقابلات تحليل المحتوى الآن دعونا نتحدث عن خصائص تحليل المحتوى أولاً تحليل المحتوى هو أسلوب للوصف فهو يقوم بوصف موضوعي لمادة الاتصال والوصف هنا يعني تفسير الظاهرة كما تقع وفي ضوء القوانين التي يمكننا التنبؤ بها ويقتصر عمل القائم بالتحليل على تصنيف المادة التي يحللها إلى فئات ويقدم تفسيراً موضوعياً دقيقاً لمضمونها أي يعد الوصف هنا حداً ألا يتعداه القائم بعملية التحليل معنى ذلك أنه عندما تقوم بتحليل البيانات النوعية مثلاً للمقابلة أنت قد تقوم بالتعليق ولكن لن تغير في المحتوى أو لن تربطه بمثلاً تقول هذا قد يكون سببه هذا مجرد تعليقات عامة ولكن لن تؤثر على المحتوى الرئيسي الخام عفواً هذا السلايد يفترض أن يكون هو الأول فخصائص تحليل المحتوى أربعة تحليل المحتوى هو أسلوب وصفي أو أسلوب للوصف وقد ذكرناه قبل قليل اثنين أسلوب موضوعي ثلاثة أسلوب منظم أربعة أسلوب كمي وسنتحدث عن كل واحدة منها تحدثنا عن تحليل المحتوى أسلوب للوصف الآن دعونا نتحدث عن تحليل المحتوى كأسلوب موضوعي الموضوعية صفة أساسية من صفات أي بحث وهي تعني البعد عن الذاتية والإنحياز أو المزاجية وكي يتحقق الموضوعية لأي عمل يجب توفر شروط الصدق والثبات وفي البحوث النوعية نتيجة لأنك تقوم بجمع بيانات عن كما ذكرنا عن أذكار عن قيم عن معارف تقدر تختلف من شخص إلى آخر فيجب على الباحث أن يكون حذر من أن يغلب عليها الذاتية أو المزاجية أو الانحياز لأنه مثلاً إذا كان الباحث على سبيل المثال البحث عن مثلاً عن الثقافة الاجتماعية في حقوق المرأة في المجتمعات العربية على سبيل المثال ومثلاً كان الباحث إمرأة وقامت بعمل مقابلات مع ذكور وإناث وبدأت بوضع أسئلة معينة ففي الأغلب المرأة إذا رأت مثلاً شخص متشدد في طرحه ستكون عملية التحليل ستتأثر بانطباعها لإجابات ذلك الشخص ولن تكون عديمة الانحياز أو لن تتحرى الحيادية في تحليل البيانات النوعية ويجب توفر شرط الصدق لتحليل المحتوى أي يجب أن نقيس أدوات تحليل المحتوى المستخدمة لقياس المحتوى بكفاءة ولكي يتوافر شرط الثبات يجب أن تعطي نفس النتائج تقريباً إذا أعيد استخدامها فهذه أيضاً من ضمن طرق قياس الثبات في التحليل النوعية أنك مثلاً تطلب من شخص آخر أن يعيد مثلاً تحليل البيانات أو تحليل محتوى المقابلات وتنظر إذا كانت النتائج يفترض أن تكون النتائج متقاربة إن لم تكن متطابقة ثلاثة هو أسلوب منظم يعني أن التنظيم هنا أن يتم التحليل في ضوء خطة علمية معدة مسبقاً يتضح من خلالها الخطوات التي مر بها التحليل حتى انتهاء الباحث من عملية التحليل والوصول إلى النتائج والتنظيم أيضاً يعني وضع إطار عام تأخذ فيه كل فئة من فئات التحليل مكانها ويتم عرض هذه الفئات بصورة تتفق مع طبيعة المادة والهدف من عملية التحليل أخيراً الخاصية الرابعة لتحليل المحتوى هي أن تحليل المحتوى أسلوب كمي أي أنه يعتمد على التقدير الكمي كأساس للدراسة هو أهم ما يميزه عن كثير من أساليب دراسة مواد الانتصال حيث يقوم الباحث بترجمة الملاحظات إلى أرقام عددية أو تقديرات كمية مثل قليل كثير أو يرصب مدى تكرار كل ظاهرة تبدو له في المحتوى أو المادة موضوع الدراسة طبعاً هنا قد يختلف علماء البحث النوعي قد يختلفون في هذه الملاحظة في بعض المدارس المنهجية لا تحبذ أن يتم استخدام الأرقام في البحث النوعية وحجتهم أن هذه الأرقام لن تكون صحيحة وإنما يجب استخدام ألفاظ مثل قليل مثل كثير أو متشدد أو لين أو مثلاً عندما أغلب أرقام أو نسمي ألفاظ نسبية يمكن أن ليست حدياً مثلاً كل الطلاب أو خمسين في المئة من المستجيبين كانوا موافقين على ذلك في تحليل المحتوى النوعي يفضل استخدام ألفاظ نسبية تقبل بوجود الخطأ فيها أو المضاد فيها والعلوم المختلفة تتفاوت في درجة تقدمها بتفاوت ما قد حققته من تحول المعاني الكيفية الشاعة إلى مقادير كمية تصاغ في صيغة رياضية تكون بمثابة القانون العلمي طبعاً فيه طبعاً أيضاً ملاحظات أو بعض الآراء أنه إذا كان عدد المقابلات مثلاً كبير مثلاً عشرين مقابلة يمكن الاستشهاد بها أو وضعها كأرقام ووضع نسب معينة مثلاً مثلاً خمسين في المئة أو سبعين في المئة من المستجيبين أو المقابلين وافقوا على هذه الأفكار وبينما كذا فتكون الشرح بنوعاً ما كمي خطوات تحليل المحتوى هناك طريقتين أكثر شيوعاً في تحليل المحتوى أولاً الطريقة التي تقوم على تجميع العناصر المتماثلة في المادة موضوع البحث في مجموعة واحدة مثل مجموعة المفاهيم مجموعة الرموز مجموعة التعميمات ومثلاً عنوين رئيسية وفرعية لتلك العناوين أو المجموعة المتماثلة الطريقة الثانية التي تقوم على تقسيم المادة والمحتوى موضوع البحث إلى موضوعات رئيسية ثم تجزئتها كما ذكرنا وهذه الموضوعات إلى موضوعات فرعية مثل البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية ثم نضع تحت البنوك الإسلامية البنوك مثلاً المحلية والبنوك الأجنبية وفي البنوك التقليدية ممكن نقول البنوك الاستثمارية والبنوك الخدمية وغيرها متى تبدأ عملية تحليل البيانات النوعية؟ يبدأ التحليل بشكل أو بآخر مع بداية جمع البيانات بحيث ينتهي تقريباً بعد نهاية جمع البيانات بقليل وهذا غالباً ما يقوم به الباحثون الميدانيين والخبراء المتمرسون في البحث النوعي لأنه عندما تجمع عندما تقوم بالمقابلة الأولى أو مقابلتين أو تبدأ بجمع مثلاً تقرأ بعض المستندات أو بعض الوثائق في البداية يجب أن تقوم بالتحليل كلما تأخرت كلما أثر على رأيك أو على قد تنسى بعض الأشياء التي لاحظتها في عملية الملاحظة أو في المقابلة مثلاً أنه مثلاً في المقابلة كان عندما أعطيت أحد الأسئلة كان المقابل أو الشخص الذي إجابته كان فيها تتأتو وكان أيضاً متردد كان متعصب في هذه الحالة قد لو مثلاً تأخرت في كتابة الملاحظات والقيام بالتحليل تحليل هذه المقابلة فسيكون لدينا مشكلة في أنه قد تنسى هذا الشيء وقد تضعها بصورة منقوصة النتائج فعملية جمع البيانات لا بد أن يتخلى لها نوع من التحليل نجمع البيانات ونقوم بتحليلها لكن في البحوث الكمية في المقابل لا ننتظر إلى أن تتم عملية جمع البيانات بصورة كاملة وثم نبدأ بعملية التحليل ولو بشكل مبدئي كما ذكرنا أما مرحلة التحليل الخالص فتكون بعد الانتهاء من جمع البيانات ولذا فمن المرجح أن يقوم الباحث خاصة المبتدئ بالتركيز على جمع البيانات واستكمالها ثم يتفرغ العملية التحليل وهذا كما ذكرنا له بعض المثالب أو العيوب ليس من الجيد بدء عملية التحليل بعد الانتهاء من جمع البيانات مباشرة بل ربما كان من المفيد ترك البيانات قليلا والانشغال عنها هذا في حالة طبعا الملاحظات لكن أيضا كما ذكرت أعطيتكم آراء لبعض الباحثين أو العلماء البحوث النوعية أنه أيضا يفضل أن تكون في نفس اللحظة ولكن إذا كان التحليل النهائي في المرحلة النهائية فيفضل أن تكون هناك لا مانع أن يكون هناك مثلا فترة نقاها أو استرحل للباحث حتى يستطيع أن ينظر نظرة كلية للبيانات المجمعة لكن بالنسبة للجمع البيانات في بدايتها فيفضل أن يكون هناك تحليل مبدئي سريع نسميها في متوازي مع وقت جمع البيانات طريقة تحليل البيانات البحث النوعي إما تكون أولا نجمع البيانات كتابة الملاحظات الأولية وكتابة الملاحظات الأولية هذه كما ذكرنا هي جمع تكون متخللة لجمع البيانات يعني كتابة ملاحظات إما في نفس لحظة جمع البيانات أو مباشرة بعد الانتهاء ثم بعد ذلك التحليل الإحصائي وهنا نقصد بالتحليل الإحصائي التحاليل الإحصائية الغير رقمية المرتبطة بالتحاليل النوعية وسنذكر منها مثلا شجرة الأفكار وأيضا تصنيف الأكثر اهتمام والأكثر أهمية من قبل البحثين ثم بعد ذلك يكون لدينا التحقق من النتائج وهناك الكثير من نقاط أو من طرق التحقق للبيانات إما عن طريق عرض النتائج على الذي قمنا بمقابلتهم أو عرضا الطلب من تحليل النتائج من قبل شخص آخر وأيضا سنذكر بعض الطرق الأخرى لاحقة أخيرا كتابة النتائج وتسليم البحث إن شاء الله خطوات تحليل البيانات النوعية نبدأ بتنظيم البيانات عندما جمعنا البيانات نبدأ بتنظيمها مثلا إذا كان عندك خمسة أشخاص أو خمسة مقابلات قمت بخمس مقابلات يمكن تنظيمها حسب الوقت من أول واحد قمنا بمقابلته ونبدأ بتنظيمها حسب الوقت هذا أول تنظيم مثلا التصنيف ثم تصنيفها الآن التصنيف يتم تصنيفها حسب الأرقاء حسب مثلا العنوين المرتبطة بأهداف الدراسة مثلا عندك أن تسأل ثلاثة أسئلة واحد عن رأيهم في مثلا في مشاركة المرأة مثلا في العمل السياسي اثنين المعوقات ثلاثة مثلا ذكرت الوضع الحالي مثلا فتضع هذه الأفكار تصنف البيانات حسب هذه الأسئلة وهذه العنوين الرئيسية ثم تسجيل التسجيل والملاحظة التسجيل والملاحظة هنا والملاحظات هي التي تكتبها مقابل كل أسئلة مثلا عندما تقرأ تبدأ تقرأ مثلا كل واحد مثلا تضيف الملاحظات التي ذكرنا على سبيل المثال أنه في مشكلة هنا الباحث ممكن عمره لأنه صغير أو المستجيب كان صغير في السن أو خبرته صغيرة ولذلك إجاباته كانت قصيرة ملاحظات عامة بعد ذلك تحديد الأنساق والأنماط التنسيق والأنماط حسب العنوين الفرعية بعد ذلك صياغة النتائج التحقق من النتائج وأخيرا كتابة البحث تنظيم البيانات في هذه المرحلة يكون لدى البحث كم كبير من البيانات أمضى في جمعها مدة زمينية طويلة ما بين مقابلة وملاحظة ووثاق وغير ذلك كما أن لديك كم من الملحوظات الأولية التي سجلها أثناء المعلومات يعني مثلا على سبيل المثال هذه ترانسكريبت أو مخطوطة تم كتابتها وهناك ملاحظة أنت كتبتها كمقابل أو عليك تعليقات عليها هذه هي الأساسية عملية التلوين عملية كتابة الملاحظة هذه عملية التنظيم تنظيم البيانات الآن نريد أن نعكس الآن أن نقوم بعملية ترتيب وتنظيم للبيانات وعملية التنظيم تنظيم البيانات لو تلاحظوا هذا الشكل البيانات ملخبطة مجمعة نقوم بمحاولة تجميعها وفق تصنيف معين حسب الشكل هنا مثلا هذه المعلومات تحتاج إلى تنظيم وترتيب يساعد على الرجوع إليها بشكل سريع وعلى التعامل معها بشكل يسير في تحليلها ليس هناك نمط تنظيمي واحد بل يمكن للبحث أن ينظم البيانات بالشكل الذي يراه مناسبا فيمكن تصنيفها حسب طريقة جمع البيانات حسب الوقت حسب مثلا إذا كانوا مثلا في بلد في مثلا مدينتين حسب المدينة حسب نوعية جمع البيانات هل هي الملاحظات في قالب معين المقابلات في مكان معين والوثاق في مكان معين وهي طريقة مشهورة أو متعامل معها ويمكن تصنيفها على حساب الأفراد الذين أجري عليهم الباحث جمع البيانات وغير ذلك مما يراه الباحث ملائما ومناسبا في عملية تنظيم البيانات يمكن أن يتم هذا التنظيم بشكل يدوي أو عن طريق وضعها في ملفات في الكمبيوتر ويمكن الاستفادة من الحاسب في تصنيفها وفارستها وهناك برامج حاسوبية مخصصة للبحث النوعي تساعد في عملية التنظيم والتبويب سنقوم بعرضها في هذه المحاضرة عرض بعض أهمها أو أكثرها شيوعا الآن ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي تصنيف البيانات أو داتا كودين في القراءة الأولية للبيانات يبدأ الباحث في تسجيل نظام تصنيف يسير يسير عليه في أثناء التحليل وفي هذا النوع من التصنيف هو عبارة عن إعطاء عنوين للمعلومات التي تحتوي على البيانات البيانات في المجموعة في المجموعة هذه الجزئيات قد تكون كلمة أو عبارة أو جملة أو فقرة كاملة فهذا التصنيف يكون عنوانا أو اسما لتلك الجزئيات التي يراها الباحث أنها ذات معنى في بحثه وبعض الباحثين يسمي هذا النوع من التصنيف التصنيف المفتوح وقد يسمى التصنيف الوصفي أسئلة البحث تعتبر عامل أساسي في تحديد وتوجيه نظم التصنيف الآن نلاحظ هذا المثال الترميز في هذا المثال مثلا هذا مثال على عملية الترميز مثلا أنه لو تلاحظوا الجملة هذه مثلا لم نلاحظ التأثير الكبير هنا الترميز لهذه الفقرة لا تأثير للإشراف على المشروع التفاعل الإيجابي والبارز من قبل المشرفين على المشروع هناك تفاعل من قبل المشرفات في المشروع مثلا فهذا كود هذا ترميز وهذا ترميز الآن أنت بعد ذلك ستقوم بجمع العلامات السلبية والعلامات الإيجابية في المحتوى وتقوم بتحليلها وتجهيزها للمرحلة التالية حسب الأفكار الرئيسية أنت ماذا تبحث عنه مثلا الفكرة الرئيسية كما ذكرنا مثلا مشاركة المرأة هناك أفكار إيجابية تضعها مثلا في ترميز معين هناك أفكار سلبية تضعها في قالم معين هناك مثلا معوقات مثلا سرد خمس معوقات تضع لكل معوق ترميز هذا أيضا مثال آخر قبل أن نشاهد هنا مثلا دعونا ننظر إلى السؤال السؤال المقابلة ما الذي قد يقتل أو يحد من التفوق لدى الطلاب الإجابة أن جو المدرسة من أهم الأمور التي تحافظ على استمرارية التفوق وعدم قتله وكذلك تهيئة الجو المناسب في المنزل للطلبة وخاصة وقت الاستذكار في عدم الحد من التفوق والاستمرارية الآن نلاحظ أنه هناك فكرتين رئيسيتين في هذه الإجابة يمكن جعلها تحولها إلى أفكار أو كودين أو إلى الترميز أولا محيط المدرسة يؤثر على التفوق الفكرة الثانية البيئة المنزل تؤثر على التفوق فهذه هي عملية الترميز ونبدأ أن نبحث في ما يشبه ذلك في البيانات ننتقل إلى الخطوة الثالثة وهي تسجيل الملاحظات بعد عملية التصنيف والترميز يجب أن يعد الباحث القراءة ويسجل ملاحظاته بعد أن استقر في ذهنه هيكل مبني لهذا النظام التصنيفي أي بعد أن أعطى عنوانا مميزا لكثير من الجزئيات والبيانات التي لديه وبدأت تظهر لديه نقاط وأنماط ومؤشرات يستطيع الآن أن يقوم بكتابة ملاحظات على تلك المؤشرات تكون هذه الملاحظات على شكل أسئلة تؤدي إلى مزيد من البحث سواء في المعلومات المتوفرة أو للبحث عن معلومات إضافية إن دعت الحاجة وعلى شكل تسجيل علاقات بين الفئات التي وضعت لكنها تحتاج إلى التحقق وكلما تكررت القراءة زاد احتمال اكتشاف شيء جديد في البيانات ولذا فإن الباحث يجب أن يكثر من قراءة بياناته ولا يكتفي بالقراءة أو القراءتين وهذه ملاحظة مهمة جدا في التحليل النوعي أن قراءة واحدة أو قراءتين غير كافية لنص واحد لأنك تحتاج إلى أن تجد العلاقات بين النص أن تجد أنماط معينة وأن نسميها أن تكون مبحر في هذه الأفكار أو في هذا المحتوى حتى تستطيع أن تخرج بشيء جديد في هذه المرحلة يستطيع الباحث أن يحدد إذا ما كانت العينة التي حددها مرضية وتفي بغرض البحث أم لا فكلما كثرت الأسئلة دون إجابات أو تعذر بناء نظام تصنيفي جيد كان ذلك مؤشرا على نقص العينة والحاجة لجمع البيانات أكثر الخطوة التالية تحديد الأنساق والأنماط تحديد الأنساق والأنماط نوع من التصنيف لكنه يكون على مستوى أعلى من التجريز الآن بعد أن قمنا بالتنظيم ثم الترميز أو التصنيف الآن نبدأ في مرحلة أعلى بتصنيف هذه الترميزات ولذا قد يسميها بعض الباحثين التصنيف المحوري Exile Coding سنطلع أيضا على بعض الأشكال البيانية للExile Coding والCoding Families Coding Families أو نسميها الترميز العائلي ما هي الرموز المتقاربة بينها وما هي أنماطها وقدر تباعدها لأنه يجب أن يجمع عدد من الفئات في أسره واحدة وقد يسمى التصنيف الاستنتاجي في مقابل التصنيف الوصفي لأنه هنا هذا التصنيف الExile أو Coding Family هو استنتاجي من قبل الباحث ولا يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال قراءة المقابلات أو محتوى النص فبعد أن يتم التصنيف المفتوح يتم وضع الملاحظات عليها وتعاد قراءة البيانات المصنفة لتصنيف الفئات مرة أخرى على شكل أنماط وأنساق في مستوى تجريدي أعلى من التصنيف المفتوح لذا هي عبارة عن عنوين لجزئيات المعلومات أخيرا هذا النوع من التصنيف يحتاج إلى التفكير العميل وقراءة متأنية لإيجاد علاقات وعمل مقارنات بين مجموعات البيانات بحيث يحدد الباحث ما الأنماط والأنساق التي تكونت من تصنيف البيانات ويبدأ هذا في ضم بعضها والمقارنة بين تلك الأنساق وغيرها هنا مثلا التصنيف الطبقي أو العنقودي مثال لاحظوا أن هنا مثلا الدين هنا القواعد مثلا رولز وعندنا تصنيفات كثيرة ولكن مثلا القوانين وعندك هنا مثلا عدة تصنيفات جزئية هذا مثال على التصنيف الطبقي أو العنقودي هناك أيضا عندنا تصنيفات سنتكلم عنها التصنيف الكودينج فاميلي سأعطيكم مثال عليه بعد قليل في نهاية المحاضرة أيضا سياغة النتائج بعد ذلك عندما ننتهي من التصنيف الطبقي أو التصنيف الأسري أو الاستنتاجي يكون أصبح لدينا معرفة وعندنا معرفة متعمقة للتحليل ويمكن أن نقوم بكتابة شيء بكتابة ما وتوصلنا إليه بعد تكوين الأنماط والأنساق يحتاج الباحث إلى الترقي قليلا في التجريد كما ذكرنا ليقوم بصياغة تلك الأنماط والأنساق على شكل نتائج للبحث تدعمها الأنساق التي ظهرت وتشكلت من خلال التصنيف الأساسي المفتوح والتصنيف الاستنتاجي وبعض الباحثين يسمي هذه المرحلة التصنيف الانتقائي وذلك لأن الباحث يختار في عملية التصنيف هذه ما يتنسم مع سئلة البحث وربما يدعم ما سوى ذلك لأنه كما ذكرنا عندك الكثير من المعلومات قد تأخذ فقط ما هو مرتبط بعناوين البحث ولذلك حتى في كتابة صياغة النتائج يتم اختيار بعض المقتطفات أو الاقتباسات من المقابلات وليس كلها التحقق من النتائج وهذه مرحلة رئيسية ويجب الاهتمام بها لأنها تعطي قوة للنتائج خاصة إذا كتبتها وفصلت فيها في هذه المرحلة يعود الباحث لقراءة بياناته وربما عاد للدراسات السابقة وأدبيات موضوع الدراسة للتحقق من النتائج التي توصل إليها ومناقشتها وتعديل ما يرى تعديله وبيان رأيه فيها وهو في هذه المرحلة يتأكد من أن ما توصل إليه بعد عملية التصنيف المختلفة لا يوجد في البيانات الأساسية وما يناقضه البيانات الأساسية هي الدراسات السابقة الأفكار الأساسية أو يجعله يعيد النظر في الافتراضات التي توصل إليها وعلى العكس ما هو موجود في البحث الكمي يجب أن يكون التركيز على الدراسات السابقة وأدبيات الموضوع في هذه المرحلة وليس قبل البحث حتى لا تؤثر على آراء الباحث وأسلوب التحليل والتحقق في هذه المرحلة ليس مثل التحقق في البحث الكمي حيث يدخل الباحث بفرضيات يريد أن يختبرها في البحث الكمي عند الفرضيات يقوم بجمع بيانات وتحليلة لاختبار صحة من عدم تلك الفرضيات ولكن في الافتراضات في البحث النوعي إنما خرجت من عملية التحليل إنما خرجت من عملية التحليل وجمع البيانات وليس قبله قد يكون لدينا طبعا فرضيات أولية ولكن يمكن تعديلها وليست هي ما نريد أن نصل إليه من خلال التحليل لأنه قد تتغير الفرضية بصورة كبيرة خلال عملية تحليل البيانات وعملية التحقق منها إنما هي في الواقع جزء من عملية تحليل البيانات النوعية وعملية التحليل عملية متداخلة المراحل كما ذكرنا متداخلة مع مرحلة جمع البيانات ومتداخلة أيضا مع عملية كتابة التقرير وكتابة النتائج بعكس ما هو في البحوث الكمية كأنها مثل البلوكس أو مثل المربعات المتجاورة التي كان في سلسلة مترابطة تبدأ بجمع البيانات ثم تبدأ بتحليل البيانات ثم عندما تنتهي من تحليل البيانات تقوم بكتابة التقرير ولذا يشير بعض الباحثين في البحوث النوعية إلى أن البحث النوعي ليس له حد ينتهي عنده خصوصا عندما يكون موضوع البحث كبيرا ومعلوماته غزيرة والباحث خبيرا فيه فلا بد من وضع حد يقرر الباحث أن ينتهي عنده وفي الأغلب تكون على أساس أهداف البحث إذا كان إذا تم الإجابة عن أسللة البحث فيتم التوقف عن جمع البيانات وتحليلها الآن نتحدث عن المصداقية والثبات في التحليل النوعية المصداقية هي المعيار في البحث الكيفي أو النوعي الذي يعادل ويوازن الصدق الداخلي في البحوث الكمية ويعني الصدق الداخلي الميزة الأساسية في الموقف التجريبي وأن المتغير المستقل أحدث تغير ملحوظا في المتغير التابع وفي البحوث الكيفية أو النوعية يسأل اختبار المصداقية هل هناك تشابه وتماثل بين طريقة المشتركين في إدراك وفهم التكوينات الاجتماعية وطريقة الباحث في تصوير ووصف وجهات نظرهم هناك العديد من الاستراتيجيات لتعزيز المصداقية في البحوث النوعية منها المشاركة الفاعلة والمطولة في جمع البيانات الملاحظة والمثابرة استخلاص المعلومات من الأقران تحليل الحالة السلبية الذاتية المتوالية مراجعة الأعضاء المسح والقياس باستخدام حساب التثليف إمكانية النقل والتحول الثقة والاعتمادية والتصديق والتأكيد سنتكلم عن كل واحدة من هذه الاستراتيجيات أولا المشاركة الفعلية والمطولة لا توجد قاعدة صارمة تحدد المدة التي يقضيها الباحث في الموقع وعندما يثق الباحث بأن الموضوعات والأمثلة بدأت في التكرار بدلا من زيادة معلومات جديدة فيمكن أن يتوقف ويشعر أن ذلك كافي ويقوم في تحليل الأول للبيانات وفي هذه إذا تم تطبيقها طبعا تأخذ وقت تأخذ وقت من الباحث أنه مثلا الملاحظة ليست ملاحظة يوم واحد يبدأ بمثلا تكرارها حتى يشعر أنه لا جمع البيانات أنه هذا هو سلوك الطلاب في الفصل الملاحظة اليوم وغدا وبعد غدا خلاص ما تم جمعه من الملاحظات الأولية في الملاحظات الأولية لسلوك الطلاب هو الصحيح الملاحظة المتابرة يجب على الباحث أن يلاحظ لمدة كافية لتحديده معرفة القضايا والمشكلات البارزة والملحظة ويجب تجنب الإنغلاق قبل الأوان أي التوصل إلى نتيجة عن الموقف بدون الملاحظة الكافية وأجرى مثلا كيلر أكثر من ثمانين اتصال مع المدرسة أو العاملين في المدرسة المدة تزيد عن ستة أشهر هذا مثال مثلا استخلاص المعلومات من الأقران ويجب على الباحث في المشاركة والمناقشة المطولة والموسعة مع زميل أو زملاء هذه ستزيد عن النتائي والمحصلات والتحليق والفروض ويجب على القرين أو عليك مثلا كباحث أن تطرح أسئلة بحث لمساعدة الباحث في مواجهة ومقارنة قيمة البيانات المجمعة مثلا كيلر هذا مثال كيلر في 1993 في بحثه قام بوضع روايات من مذكراته الميدانية مع اثنين أو قام بقص ورواية مذكراته الميدانية مع اثنين من الباحثين الآخرين في المدرسة التحليل الحالة السلبية أن تكون مثلا لدينا حالة سلبية يعني مثلا شخص إجاباتك كانت سلبية يعني ليست متفائلة فنقوم بتحليل تلك التطويل والبحث في تلك الحالة ويمكن مراجعة الفروض العاملة على أساس اكتشاف الحالات التي لا تلائم ومع هذا لا يجب أن نتوقع أن كل الحالات تتناسب مع أنواع والفئات الملائمة وعندما يتلائم ويتوافق عدد معقول من الحالات فإن تحليل الحالات السلبية في المدرسة مثلا على سبيل المثال التي استخدمت طريقة القمة للقاع top down في الاحتواء الكامل وفي حالة تحديد المعارضة والمقاومة في هذا المكان أيضا سيحتاج الباحث إلى مرحلة مراجعة الفرص الناشئة بأن أسلوب الإدارة وحده يخلق المقاومة والرفض وقد يكون هذا العامل كثيرا تسهم في مقاومة التغيير وهذا مثال طبعا يبدأ من هنا من هنا أفوان هذا كله مثال بعد ذلك الذاتية الذاتية المتوالية هنا في الذاتية المتوالية أنك يجب على البحث توجيه ورصد تفسيرات وتركيبات التنموية وتوثيق عملية التغير من بداية الدراسة حتى نهايتها يعني المقابلة الأولى وتقارنها بالمقابلات التي تليها حتى يكون عندك نوعا ما من التوثيق والمصداقية التي تجدها في طريقة جمع البيانات ومصداقية البيانات أنه هل المقابلة الأخيرة البيانات التي تم جمعها في المقابلة الأخيرة تشبه ما تم جمعها في المقابلة الأولى إذا كان هناك مثلا مثلا على سبيل المثال المقابلة الأولى كانت الإجابة الضعيفة وصغيرة فتضطر يفضل أنه حتى يكون لديك مصداقية احذف المقابلة الأولى وقوم بجمع إجراء مقابلة أخرى مراجعة الأعضاء وهذه أحد المعايير الرئيسية والمهمة أنك لابد أن يتحق الباحث من صحة البيانات مع مجموعة من المشتركين بالنسبة للتركيب للتركيب دعوني أعمل وقد تكون شكلية وغير شكلية فعلى سبيل المثال في نهاية المقابلة يستطيع الباحث تلخيص كل ما دار بينه وبين الفرد مثلا أنت قمت بمقاملة معينة في نهاية المقابلة ممكن أن تعطيه بعض رؤوس أقلام لما تم جمعه أو أنه مثلا تقوم بعرضها عمل موعد مثلا بعد أسبوع لعرض النتائج أو التحليل ما قام به ما قاله الباحث ثلاثة أو الاستراتيجية التالية هي في تعزيز المصداقية إمكانية النقل والتحول إمكانية النقل والتحول هي التوازن النوعي للصدق الخارجي في البحث الوضعي في البحث الكمية والصدق الخارجي يعني درجة تعميمك للنتائج في المواقف الأخرى وتكون مسؤولية إمكانية النقل والتحول على القارئ لتحديد درجة التشابه بين موقع الدراسة والبيئة على البيئات المختلفة أو البيئة المشابهة ومسؤولية الباحث هي تقديم التفاصيل الكافية لمساعدة القارئ على إصدار هذا الحكم والوصف الدقيق والشامل للموقف والمكان والسياق والثقافة يعرف باسم الوصف الكثيف إمكانية النقل والتحول هذه ما نسميها في البحث الكمية التعميم إمكانية التعميم كلما كان التعميم أكبر كلما كانت المصداقية البحث أفضل قوية ولكن في البحث النوعية لا نسميها التعميم لأننا لا نستطيع أن نعمم على المجتمع كامل ولكن نستطيع أن ننقل ونحول هذه البيانات ونعكسها على بعض العينات أو بعض الحالات المشابهة ثم بعد لدينا التصديق والتأكد والتوازن الكيفي للموضوعية والموضوعية تعني إنخفاض وتقليل تأثير حكم الباحث أن يكون هنا الباحث حيادي والتصديق يعني أن البيانات وتفسير هذه البيانات ليست من خيال الباحث ويمكن متابعة البيانات الكيفية والنوعية من مصدرها والبنطق المستخدم في تفسير البيانات وهذا يتم من خلال التأكيد على المنهجية وخطوات المنهجية المعيارية المتبعة في جمع البيانات وتحليلها حتى تعطي موثوقية وتأكيد للقارئ لقارئ النتائج أخيرا الثقة وإمكانية الاعتماد والاتكال التوازن الكيفي للثبات والثبات يعني الاستقرار طوال الوقت في النمو والوضعي وهذا يعني معنى ذلك احنا ذكرنا مثال على ذلك أن المقابلة المتأخرة والأولية أن تكون البيانات متسقة وليست هناك مثلا اختلاف أسئلة خاصة بالتحليل النقدي للبحث الكيفي في البحث النوعية هناك أسئلة قد تساعد على وضع أو قياس المصداقية والثبات في البحث هناك أربعة عشر سؤال رئيسي مثلا هل حقق الباحث المشاركة الكافية في مكان الدراسة للتغلب على الانحرافات والتشوهات والكشف عن تركيبات الناس وفهم ثقافة البيئة اثنين هل تجنب الباحث الانغلاق المبكر ولو تلاحظوا هذه مرتبطة بالاستراتيجية الثانية وهذه مرتبطة بالاستراتيجية الأولى سؤال الثالث هل استخدم الباحث أسلوب أخذ المعلومات من الأقران هل استخدم الباحث تحليل الحالات السالبة هل أعد الباحث تقريرا وبيانا عن المعتقدات والأفكار وشارك قرينه القائمة بجمع البيانات والمعلومات هل استخدم الباحث مراجعة الأعضاء أو مراجعة الأشخاص الذين شاركوا في المقابلات هل استخدم الباحث التثليث هل استخدم الباحث وصفا كثيفا وكميئا وكافيا هل أجر الباحث تدقيق الثقة هل أجر الباحث تدقيق التصديق والتأكيد هل عرض الباحث للخلافات والتعارضات والقيم المختلفة هل أصبح الأفراد والمجموعة أكثر معرفة وعلما ونظافة عن الخبرات هل التقويم حفز وشجع العمل هذه طبعا الأخيرات مرتبطات بالنقطة الأخيرة هي الاعتماد والاتكال هل أضافت المعلومات شيء جديد معرفة جديدة إذن يمكن الاتكال عليها وهل حفزت وشجعت على العمل الأكثر يمكن تلخيص خطوات تحليل البيانات في الخطوات التالية تنظيم البيانات التعرف على البيانات قراءتها والاستماع لها أكثر من مرة أكتب أي فكرة تعليق ووضع ملاحظات على البيانات أربعة تلخيص البيانات غير المفيدة التخلص من البيانات غير المفيدة أخيرا استحضار أسئلة البحث الخطوات التفصيلية قم بقراءة البيانات وضع اسم أو عنوان لكل جزء من البيانات وهنا قد نسميها الترميز وقد يكون الجزء قد تكون كلمة أو جملة أو فقرة أعد القراءة مرة أخرى لتأكد من أنك لم تترك شيئا أعد قراءة الأسماء والعنوين وحاول أن تصنفها في مجموعات في ضوء سئلة البحث ابحث عن المعنى الذي يتكون من هذا التصنيف أكتب موضوعات المحورية أو ما نسميه التجريدية أعد قراءة البيانات مرة أخرى وحدة التركيز وحدة التركيز هي وحدة التركيز تساعد على التركيز أثناء قراءة البيانات والأسئلة التي نضعها هنا كيف يجب المستهدفون أو البيانات عن سؤال معين يعني ما هي سنوكيات الاستجابة إجابة من نقوم بمقابلتهم كيف يتحدثون مثلا هل يتحدثون بثقة هل يتحدثون بارتباك لأن هذه أيضا ستؤثر كيف يتحدثون في فترة معينة هل استغرقوا وقت كبير أم قليل كيف يتحدثون في بكان معين مثلا أشخاص قابلتهم في حداق أشخاص قابلتهم في مقاهي فهل هناك اختلاف تحدد السؤال أو الموضوع أو الوقت أو المكان ثم تتبعه في جميع الإجابات لتعرف كيف تتم الإجابة عليه وتستكشف العلاقة بين الإجابات ويمكن أن تكون وحدة التركيز حالة واحدة أسرة مدرسة مؤسسة أو أفراد مجموعة أو كما ذكرنا أسرة أو شركة مثلا أخطاء تحليل البيانات النوعية التحيز السطحية القفص للنتائج التعميم التقيض بالنظرية معينة الانتقاء عند تسجيل البيانات وفي المرحلة الأولية وأيضا تعتبر هذه الأخطاء يمكن تجاوزها تدريجيا مع التعود على ممارسة التحليل النوعي ومناقشة نتائجه والأهم هو أولا إعطاء الوقت الكافي لكل خطوة من خطوات التحليل النوعي وأيضا البد النقطة الرئيسية الأساسية الثانية البدء في التحليل كتحليل أولي عند بداية جمع البيانات البرامج الرئيسية المستخدمة في تحليل البيانات النوعية هي أتلس إن فيفو وهناك برامج أخرى لن أطيل هنا لأنه ستكون سأخصص فيديو أو محاضرة متخصصة في شرح البرامج الكمبيوترية التي تشرح التحليل النوعي والكمي بصورة تفصيلية هنا لو تلاحظون هنا ما ذكرت لكم كملاحظة هنا التجريدي أو العنوان التجريدي وهنا الكرات هذه هي تعتبر نستطيع أن نسميها استنتاجيات عناوين استنتاجية أو الترميز الأسري وهذه أيضا من ميزات الأتلس أتلس أيضا من ميزاته أنا ستحدث عنه كما ذكرت سابقا أنه أيضا يمكن أن يتم ربط العناوين أو ربط المحتوى بالصور أيضا وربط أيضا حتى الصوتيات ولكن للأسف اللغة الإنجليزية هي لغة البرنامج هذا كل شيء لليوم